بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معي على قناة اميرة الكروشير كل عام وانتم جميعا بخير بمناسبة ان رمضان على الابواب فانا النهاردة ان شاء الله هشتغل معيكي طريقة تعليقة من تعليقات رمضان شكلها حلو جدا انا شفتها وعجبتني بس ملاقيت لهاش بطرون فقلت انا بزها معيكي النهاردة هي سهلة عبرها عن اربع سطور بس وبنركبه الشرشوبة دي بتدي النتيجة الكاميلة دي انا كان عندي بواقي خيوط كتير فقلت استغلها في عمل التعليقة دي اشتغلتها بخيوط قطن وصوف يعني هنا اشتغلتها بخيوط صوف وهنا بخيط قطن وهنا كمان بخيط صوف لما اشتغلتها بخيط الصوف اخدت مني اربع جروم من الخيط ولما اشتغلتها بالقطن اخدت خمسة جروم من الخيط يعني تشين بواقي خيوط صغيرة كده هتعملي كذا واحدة واتركبيهم مع بعض حيدو شاتل جميل وكمان بتاخدش وقت في الشغل يعني هي اخدت مني بتركيب الشرشوبة بكل حاجة من عشر دقايق لربع ساعة وانتي لو ايدك اسرع هتاخد اقل ولو طبعا ايدك بطيقة في الشغل ممكن تاخد دلت ساعة بالكتير انتي هتحتاجي بواقي خيوط وحتحتاجي كمان خيط عشان تشبكي بيه الوحدات جنب بعض اسم انتي شايفة كده هتحتاجي خيوط تشبكيها عايزة تكبري المسافة هتكبريها عايزة تقلل ليها زي كده هتقلل ليها انا هنا عملت جزة وحدة وشبكتار مع بعض انتي ممكن تعملي وحدة بس تعمليها كعلقة مفاتيح او تعمليها كمدليا لو اشتغلتها بخيط رفاية وكمان ممكن تعمليها تتعلق وربة بالشقة وده لو استخدمت خيط زي خيط السلسلة او خيط المكرمية او الايطون هتطلع طبعا معيكي كبيرة يعني حجمها ممكن تقبري قط صغرية بان انت تغفعي الخيط او تشتغلي بخيط ساميك تمام يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في شرح التعليقة وقبل ما نبدأ لو لسه مشتركتيش في القناة متنسيش تشتركي في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد بإذن الله يلا نبدأ على بركة الله نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة بتعملي عقدة البداية بالطريقة اللي انت متعود عليها وحتشتغلي خمس سلسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هتدخلي على اول سلسلة وتقفلي بمنظر يعني بتخلي الإبرة كده جوا السلسلة وبتسحبي الخيط بتعجي منه على اللفتين اللي على الإبرة بصحبة واحدة كده انت قفلت حلقة البداية اللي هنشتغل جواه الصدر الاول عبارة عن عشر غرس حشو فانت حترتفعي سلسلة وحتدخلي جواه الحلقة تشتغلي عشر غرس حشو هتدخلي كده وتبقي ورد الخيط تحت الشغل معيك عشان تقفلي بالمرة هتشتغلي كده اول غرسة حشو هتدخلي تشتغلي كده تاني غرسة حشو كده تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر بعد ما اشتغلت عشر غرسة غرسة حشو هتدخلي ما بين سلسلة الاردفاع وما بين اول غرسة حشو هتقفلي بمنصلك يعني بتدخلي الابرة كده وبتسحبيها من على اللفة اللي على الابرة بصحبة واحدة كده انت قفلتش الصدر الاول بمنصلك بعد كده هتقصي الخيط بقى اللي وردها كده انت قصيتي الخيط خلاص الصدر التاني هيبقى عبارة عن غرزة فشورة من خمس اعمدة وبعدها سلسلتين على كل غرزة حشو هتشتغلي غرزة فشورة وبعدها سلسلتين فانت هنا هترتفع هي تلات سلاسل باعتبرهم اول عمود من غرزة الفشورة وهتدخلي على اول غرزة حشو هتشتغلي عليها اربع عمدة بلفة واحد اتنين تلاتة اربعة احنا غرزة الفشورة في ناس بيدخلوا الابرة على اول عمود ويرجعوا يسحبوا اللفة في اخر عمود دي ويعدوها وكده بيبقوا قفلوا غرزة الفشورة انا بعملها ازاي انا بلف الشورة كده وحتدخلي هنا عشان هنا ارتفاع التلات سلاسل هتدخلي على تالت سلسلة وتسحبي الخيط كده تعديب منصالكة ونعلفها لع الابرة كده انت قفلتش غرزة الفشورة وهي هي نفس النتيجة بس كده اسهل بكتير بعدها هتشتغلي سلسلتين وحتفضل تشتغلي على كل غرزة حشو هتشتغلي في شورة من خمس اعمدة واحد اتنين تاراتة اربعة خمس يبقى انت كده اشتغلت الخمس اعمدة على تاني غرزة حشو هتلف الشورة بالطريقة البسيطة دي وهتدخلي على اول عمود اشتغلتين اللي هو اخر عمود من الطاق هتدخلي كده وهتسحبيه بمنصالك هتدخلي القبرة جوه العمود وتسحبيه بمنصالك وهترجاع تلف الشورة تاني فهيتبان معي كهير غرزة في شورة بعدها هتشتغلي سلسلتين وهتبضل يتكرر كده على كل غرزة حشو وفي شورة من خمس اعمدة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة وانت طبعا لك حرية الاختيار تعمليها بالطريقة اللي انت عايزيها تلف الشورة زي كده ودخليها في اول عمود وتسحبيه بمنصالكة او انك بتتخلي الابرة زي ما انشي متعود عليها هتبضل يشغل السطر كله على كل غرزة حشو هتشتغلي غرزة في شورة من خمس اعمدة وبعدها سلسلتين ده كده شكل السطر التاني معنا بقى عندك عشرة من غرزة الفشورة ويحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر فبين كل غرزة وغرزة في سلسلتين بعد ما تشتغلي اخر سلسلتين هتدخلي كده على تالت سلسلة وتقفليه بمنصالكة يعني على تالت سلسلة من سلسل الارتفاع هتقفليه بمنصالكة انشي هنا تقدري تغيري لون الخيط او تكملي بنفس اللون زي ما انت شاعز انت ممكن تعملي اول سطر دول لون وبعدين سطر التالت لون ودرجع يتكملي بنفس اللون في السطر الرابع وزا ما انت شاعرفت الوحدة هي عبارة عن اربعة سطور بس السطر التالت منها بتدخلي بمنصالكة جوا السلسلتين عشان نشتغل جوا السلسلتين هنا السطر كله هيمشي معيك عمود سلسلتين عمود بس انت شاي هنا هتشتغلي جوا السلسلتين دول هتشتغلي عمودين بينهم سلسلتين هتكتفعي تلات سلسل واحد اتنين تلاتة دول بتاع طبويهم اول عمود وعدين هتشتغلي سلسلتين دول الفرق بين العمود والعمود اللي بعده يعني انت كده اشتغلت خمس سلسل منهم تلات سلسل اجتفاع وسلسلتين فرق بين العمود والعمود اللي بعده هتدخلي كده تغجي اللفة وتدخلي جوه السلسلتين تاني وتشتغلي عمود تاني يبقى انت كده جوه السلسلتين اشتغلت عمود سلسلتين عمود هتشتغلي بعدهم سلسلتين والسطر كله هيمشي عندك جوه السلسلتين هتشتغلي عمود سلسلتين وتدخلي جوه السلسلتين تاني تشتغلي تاني عمود وبعدهم سلسلتين هتفضل يتكرري كده السطر كله جوه السلسلتين هتشتغلي عمود سلسلتين عمود وبعدين سلسلتين ده كده شكل السطر التالت معاكي مش ها معي عبارة عن ان انت جوه سلسلتين اشتغلت عمود سلسلتين عمود وبعدين اشتغلت بعضهم سلسلتين فماشا السطر كله عندك عبارة عن عمود سلسلتين عمود ولما تجي تعديهم هتلاقيهم عشرين من العمود سلسلتين. اخر السطر هتدخلي وتقفلي بمنزلكة بعد ما اشتغلت السلسلتين كده هتدخلي تعدي سلسلة اتنين وعلى التالتة هتدخلي كده جويها وتقفليه بمنزلقة. كده انت قفلت السطر الدل. السطر الرابع هو اخر سطر عندك. ده كده شكل السطر الرابع عندك زي ما انت شايفه كده. الجنب بتاعه اللي على اليمين هو هو الجنب اللي على الشمال. يعني الجزء ده كده هو هو الجزء ده. بس الاختلاف ان انت هنا هتشتغلي في اول السطر هتشتغلي اربعة من العمودين جوة كل سلسلتين هتشتغلي عمودين وبعدين هتشتغل الجنب ده. ونقرره في النحية التانية. بنفس الطريقة اللي هتشوفيها دلوقتي. السطر الرابع اول خطوة فيه هتدخلي بمنزلقة جوة السلسلتين. اول حاجة كده هتدخلي بمنزلقة جوة السلسلتين. وهنا هنشتغل على اول اربعة سلاسل. على اول اربعة من السلسلتين هتشتغلي عمودين جوة كل السلسلتين. فهتدفعي تلات سلاسل. وهتدخلي كده تشتغلي اول عمود جوة السلسلتين وكده انت تعتبر اشتغلتش عمودين جوا السلسلتين. السلسلتين اللي بعدهم هتدخولي وتشتغلي عمودين. واحد اتنين. يبقى كده دول تاني عمودين. السلسلتين اللي بعدهم هتشتغلي عمودين. دول كده تالت عمودين. اللي بعدهم هتشتغلي عمودين. واحد اتنين. يبقى كده انت اشتغلتي اربعة من العمودين واحد اتنين تلاتة اربعة على اول اربعة من السلسلتين بعدها هتشتغلي تلات سليسل واحد اتنين تلاتة وحترج لفها الابرة وحتدخلي جوه اول سلسلتين هيقابلوك بعض العمودين تشتغل عليهم تلات اعمدة هما دول بس اللي في الجنب ده هنشتغل على سلسلتين تلاتة اعمدة واحد اتنين تلاتة. سلسلتين اللي بعضهم هتشتغلي خمس اعمدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. احنا كده اشتغلنا تلاتة اعمدة. في الاول اشتغلنا تلات سلاسل وبعدين تلاتة اعمدة وبعدين خمس اعمدة. يعني تمن اعمدة جنبه بعض ازا ما انتي شايفوه. تمام? السلسلتين اللي بعضهم هتشتغلي عليها رجزة حشو. وكده عشان تنزل معيك وتعمل الدولون اللي انتي شايفيه هنا ده. تمام? عشان تعمل الدولون ده. يبقى رجزة الحشو اشتغلناها عشان تعمل الدولون. اشتغلناها على السلسلتين. احنا هنا عندنا تلاتة من الخمس ثلاثل. اشتغلنا اول من الخمس اعمدة. اشتغلنا اول خمس اعمدة. هندخلوا نشتغلوا تاني خمس اعمدة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. بعد ما اشتغلت تاني خمس اعمدة. هتدخلي وحتقفلي بغرزة حشوة على السلسلتين اللي بعدهم. عشان تجي معيك الدورون ده. تمام? انت اشتغلت كده واحد من الخمس اعمدة. وبعدين حشو. وبعدين خمس اعمدة. حشو على السلسلتين اللي بعدهم. مرة بتشتغلي على السلسلتين خمس اعمدة. ومرة السلسلتين اللي بعدهم بتشتغلي حشو. هتشتغلي تالت خمس اعمدة. واحد. اتنين. تلاتة. وعلى السلسلتين اللي بعدهم هتعملي حشو ده كده هيبقى الشكل عندك تمام احنا هنا زي ما انت شايفة كده اشتغلنا في الاول خالص اشتغلنا اربعة من العمودين وبعدين اشتغلنا تلات سلاسل وتلات اعمدة وبعدين اشتغلنا تلاتة من الخمس اعمدة بنشتغل خمس اعمدة حشوها سلسلتين اللي بعدهم خمس اعمدة حشوها سلسلتين اللي بعدهم خمس اعمدة حشوها سلسلتين اللي بعدهم يعني تلاتة من الخمس اعمدة واحد اتنين تلاتة في كل جنب هيبقى عندك اربعة من الخمس اعمدة هو هو الشغل ده هيبقى عندك من الجنب التاني فاحنا هنا فضلنا واحدة من الخمس اعمدة بس هنشتغلوها بطريقة مختلفة عشان تجينا الطول ده وتجينا الشكل اللي نزل لتحت بالطريقة جي زي ما انت شايفه. تمام? فانت هتعملي ايه? بعد ما اشتغلت الحشو هتشتغلي خمس اعمدة. اول تلاتة منهم بلفة. عمود بلفة واحد. عمود بلفة اتنين. عمود بلفة تلاتة. بعدهم هتشتغلي العمودين هتشتغليهم بلفتين. يعني العمود بلفين. هتغلي لفتين على الابرة. اشتغلي اول عمود. ولفتين على الابرة. تشتغلي تاني عمود. الجنب التاني هنشتغله بنفس الطريقة. فانت في الاول هتعملي تلات سلاسل ودول اللي هنركب فيهم الشرشوبة دي. تمام? وبعد كده هتعملي نفس اللي انت اشتغلتيه هنا بس هتشتغليه بالعكس. يعني في الاول هتعملي العمود بلفتين. هتدخلي كده وهتشتغلي اول عمود بلفتين على السلسلتين اللي هيقبلوك على طول دول. تمام? هتشتغلي تاني عمود بلفتين. واحد. نقدر ده تلفت على تلات مجرد وبعدين هتشتغلي تلات اعمدة بلف. واحد. اتنين. تلاتة. ده كده اللي هتديك النزلة اللي هتديك الشكل الجميل ده. بعد كده هنقرر اللي احنا اشتغلناه في الجنب التاني. هنشتغل بقى ايه? خمس اعمدة وحش وخمس اعمدة حش وخمس اعمدة وبعدين تلات اعمدة. ففي الاول هتعملي ورزة الحشو عشان خوطر ده جيكي شكل الدولو. وبعدها هتشتغلي خمس اعمدة السلسلتين اللي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. وبعدين حشو. وتاني خمس اعمدة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. وحشو. نفس اللي اشتغلناه في الجنب التاني. فاضل عندنا سلسلتين. اتنين من السلسلتين. هتشتغلي على اول واحدة خمس اعمدة. كده اتنين. تلاتة. اربعة. خمس. وتاني واحدة هتشتغلي عليها تلاتة اعمدة زي ما اشتغلت هنا كده. تلاتة اعمدة. واحد. اتنين. تلاتة. انت هنا كنت عملتي بعد العمودين اشتغلتي تلات سلسل وبعدين تلات اعمدة. يعني مفوض ان انت بعد التلات اعمدة دول هتعملي تلات سلسل. بس احنا هنا هنشتغل سطر حشو عشان خطر يعلي معنا الجزء ده كده ويبين معنا الشكل ويبقى حلو. فهنشتغل بدل ما تشتغل تلات سلسل هناخد لفة على الابرة. وهتدخل كوة تالت سلسلة. وهتشتغلي عمود بلف. احنا بنشتغل العمود بلفة عشان عايزين نبقى لما نشتغل على التلات سلسل دول حشو نبقى عليها على طول ما نعودش ايه بقى نلفه نجعلها تاني. تمام? هنا هتدخلي على طول من غير منزلقات من غير ما تعملي ارتفاع ولا اي حاجة. وهتشتغلي تلات غرس حشو. واحد. اتنين. تالتة. وعلى كل عمود من التمانية دول هتشتغلي غرزة حشو. فاول في ارتفاع التلات سلسل كده بتخلي على تالت سلسلة. باعتبرها ان دي كده اول عمود هتشتغلي عليها حشو. وعلى كل عمود من التمانية هتشتغلي غرزة حشو. اشتغلت خلاص على كل عمود من التمانية غرزة حشو بالشكل ده. هتشتغلي بقى ثلاث غرز حشو فين على الثلاث سلسل. واحد. اتنين. تالت. وبعدها هنا هتقفلي على اول عمود بمنزلقة. يعني هتسحبي الخيط كده وتعدي من على اللفة لها الابرة. وهنا بقى هتسحبيها على طول كده. وحتقصي وحتبتي عليه بابرة التقفيل كده من ورف ضهر غرز الحشو. تمام? ده كده هيبقى الشكل عندك. ده كده الشكل عندك. احنا دلوقتي هنعمل معباض الشرشوبة عشان تبقى بالمنزر الجميل اللي انت شايفه ده. تمام? نراكبه شرشيب كده تضيقينها منظر. مش عايزة تراكبي شرشيب براحتك. عايزة تعملي وردة كده وتنزليها عشان متسحبش معاك خد كتير. تعملي برضو سلسلة وتعملي وردة في اخيرها كده سهلة. انت برضو ايه براحتك. هنعمل معباض دلوقتي الشرشوبة كل اللي هتحتاجي ايه? هتحتاجي علبة دوا. زي ما انت شايفة كده اي علبة عندك. كل ما زاد عرض الابرة هتكبر معيك الشرشوبة. فاحنا هنا عايزينها صغيرة. فجيبتي علبة عوضها قليل. تمام? هتحتاجي ابرة الكروشي وابرة التأفيل. اي ابر عندك. وشوية خد صغيرين هم اللي هتعملي بيهم الشرشوبة. احنا هنا مش محتاجين الشرشوبة تبقى كبيرة. وهتجيبي حتتين خيط كده ما اتنين على اتنين. عشان واحدة اللي هنربط بيها الشرشوبة وواحدة اللي هنلفها حواليا. تمام? دول كده هتخليهم عدد. هتجيبي العلبة. هتزبوتي كده يدك تحطيها الخيط. وحتلف في عدد من اللفات. كل ما هيزيد معيك عدد اللفات. هتكبر معيك الشرشوبة. يعني هتبقى سميكة معيك. فاحنا هنا هنلفه حوالي 15 او 20 لفة. عشان احنا مش عايزينها كبيرة قوي. لان الشرشوبة نفسها تعليقة نفسها صغيرة. تمام? خلوس كده عملت عدد من اللفات. هتقصي الخيط. احنا كده هنقص الخيط. تمام? وحنبتدي قبل ما اتطلعي عشان تبقي. لما اتطلعيها ما تتلغبتيش هتحطي قبلة الكوشي بالطبيقاتي. هتجيبي اللفة اللي انتي عمليها دي. حتت الخيط اللي انتي عمليها وحتعديها من تحت. وهنا انتي هتربطي الفتلة وحتخلي الحتة دي هي قيمة التعليقة اللي هتنزل معك. يعني الحتة دي هتخليها صغيرة كده مش هتخليها كبيرة. عشان دي اللي هتبقى الجزء اللي نازل من الشرشوبة من هنا. وهتربطيها. هتربطيها ربطتين. واحد. كده انتي ربطيها خلاص. هتطلعيها بقى خلاص كده. كده انتي اتطلعتيها وهي وبقى ادي عندك هي جل تحت كده ودي ايه? ودي اللي هنعلقوها منها. كده خلاص عملنا الشرشوبة ودور العلبة انتهى معينا. احنا دلوقتي هنجيب الخيط التاني اللي احنا كنا عاملينه. وهنبتدي نلف حوالين. هنسيب قيمة سنتي. ويكرز ايه ده كده ايه ده كده. هنبتدي نلف حوالين الشرشوبة بالطريقة دي. هتخلي بقى الخيط كوة اللي انتي عملت فيها كده بابرد التقفيدة هي. بابردها بلايك هو الشي. والشرشيب لها طريقة اطرق كتير على اليوتيوب. انت ممكن تسبعيني باي فيديو للشرشيب. هتلاقي طرق كتير لحد ما ان شاء الله اعمل فيديو كده يكون واخد حقه في التصوير. عشان انا بعمل هنا باختصار جيد. بعد ما انت عملتي كده بالطريقة دي زي ما انت شايفة هي هتلف فيها لفتين كمان. وهنا هتغذيها بقى بالابرة لجوه. يعني هتجيبي ابرة الكروشي كده او ابرة الخياطة. وحتدخليها. هتدخلي اللفة الجوه. اللفتين دول كده هتسحبيهم مع الشرشيب اللي نزل. الطريقة دي. ده كده شكل الشرشوبة هي معيكي شكلها حلو زي ما انت شرتي بسيطة. هتقصي بقى الخيوط دي. هتجيبي ورقة كده عشان الخيوط دي متبهد اللي كيش الدنيا. وهتروح اي قصة بالطريقة دي. بس كده. هي المرة دي الشرشوبة بسيطة وسهلية. تمام? كده انت عملتي الشرشوبة. هتروحي جاية بقى ايه افضل ورقة دي حطها على جنب كده ورميها. وهنا دي التعليقة بقى وحتركبي فيها الشرشوبة. هتركبيها ازاي? زي ما انت شايفة كده الوحدة قدامك. هتدخلي فيها الخيط بالطريقة جاهة. تمام? وحتسحبيه من ناحية التانية. يعني هتدخليه من قد دي. وبعدين هتروحي جاية ندخلها الشرشوبة. زي ما انت شايفة اوصها لخالص. هتدخليها ايه? تعديها بالطريقة جي. لما هتعديها هتديكي ايه المنصر ده. يعني لما تعديها من قدام هتديكي الشكل ده. لكن لو عدتيها من وره هيبقى ايه ده الظهر بتاعها. فانت هتعملي زي ما انا عملت معي. ده كده شكل التعليقة بعد ما خلصت معينا. انت لحد دلوقتي تقدر تستعمليها في اي حاجة. انا دلوقتي هشبكهم معيكي كل لون في بعض. بحيس انه هو يبقى حبل من التعليق انا اسلم انه آآ بالطريقة اللي شفتها في اول الفيديو. بعد ما بنشتغل عدد من التعليقات هنشبكهم في بعض دلوقتي. فانت اول حاجة بتعمليها بترتبي الالوان حسب ما عينك ترتاح لها وحسب تنسك الالوان مع بعض. وبتروح يوغض صورة ليهم عشان وانت بتشبكي ما تتلغطيش وتركبي لون ما يكونش حلو جنب اللون اللي بعده. تمام? فانا هنا هرتبهم وحعمل معه وحعمل في الاول سلسال. يعني هعمل كده سلسال. والسلسال ده هيبقى ما بين الحيطة وما بين اول تعليقة عندك. فانت هتعملي السلسال حسب الطول اللي انت عايزيه. لو عايزة التعليقة تبقى في نص الحيطة هتعملي السلسال ده طويل. يعني ده هيبقى متعلق كده فيبقى ايه من عند ما هتركبيه لحد الحيطة. عايزة مسافة كبيرة هتطولي الحبل ده. ازا مسافة قصيارة عشان تقطري في الوحدات دي. هتعملي حبل ايه? هتعملي حبل قصيار. فانا دلوقتي هشتغل معاكي كده حوالي عشرين سلسلة او ايه? خمسة وعشرين سلسلة. بعد ما اشتغلت السلسال اللي هو هيبقى ما بين الحيطة وما بين اول عينة. هنا هنشتغل فوق غرز الحشو غرز حشو. وبعدين هنشتغل سلسال وهنشتغل غرز حشو في التعليقة اللي بعدها. فانت هتسيبي اول تلات غرز حشو. هتسيبي الاولى والتانية والتالتة. وهتدخلي على الرابعة اللي هي كانت فوق ارتفاع التلات سلسل. وهتعملي غرزة حشو. هتدخلي فين على غرزة الحشو اللي هي تحتها التلات سلسل. اللي هي كانت اول غرزة حشو من التمن. وهتعملي عليها غرزة حشو. وهتشتغلي تمن غرز حشو جنبه بعض اللي هي على تمن غرز اللي كانوا فوق التمن اعمدة. تمام? كده اشتغلنا تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. اخر تلات ورس حشو دول ما بنشتغلوش عليهم. يعني بتبقى التعليقة شكلها كده. ما بنشتغليش لا على التلاتة الاولانين ولا على التلاتة الاخر دول. وبعدين هتشتغلي عدد من السلاسل والعدد ده هيبقى الفرق بين التعليقة والتعليقة اللي بعدها. وده حسب اختيارك برضو. لو عايزاهم قريبين من بعضها هتعملي عدد سلاسل زغير. لو عايزاهم يبقى المسافة طويلة هتقطري عدد السلاسل. فانا هنا هعمل حوالي خمستاشر سلسلة. كده اتنين تلاتة اربعة هتعملهم خمستاشر. بعد ما اشتغلت خمستاشر سلسلة ودي كده مسافة مناسبة هتبقى كده. تمام? هسيب برضو اول تلات غرس حشو. وهتدخلي على الربعة اللي هي فوق التلات سلسل. وهتشتغلي على كل غرزة. هتشتغلي عليها غرزة حشو. هتشتغلي تمانية حشو. كده اتنين تلاتة اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. مش هتشتغلي على التلاتة اللي فضلي. تمام? ده كده هيبقى الشكل عندك. هيبقى المسافة اريبة كده. عايزاها اقرب. هتقللي. يعني لو عايزاها كده. عايزاها ابعد ابعد. هتزودي عدد السلاسل. انا هكمل وحوريكي الشكل هيبقى ايه. بعد ما خلاص اشتغلتي خلاص وشبلتي كل التعليقات في بعض. هتعملي برضو في اخر قصة عدد من السلاسل قد اللي عملتيه في الاول. يعني العدد من السلاسل ده اللي عملتيه في الاول هتعملي نفس الناس كده عدد من السلاسل. فانا هنا هشتغل كده عدد من السلاسل حد ما هوصل ان هو يبقى قدل ايه اللي عملته في الاول. كده انا عملت خلاص عدد من السلاسل. هتقصي بقى الخيط. وخلاص كده تبقى انت خلصتي التشبيك وخلصت كل حيك. عايزة تركبي على الطرفين دول. عايزة تعملي وردات ماشي. عايزة تعملي وردة من جنب ده وردة من جنب ده. عايزة تعملي عينة صغيرة كده قلبة او اي حيكة تبقى حيلية. انت بقى ايه زي نبرحتك. ده كده الشكل عندك. وزا ما انت شفت طريقة التعليقة سهلة خالص. وكمان طريقة التشبيك اسهل. ما فيش اي مشاكل. كله سهل معيك اهو. انا كده خلصت معيك الفيديو. كل عام وانت بخير. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. والحد ما نتقابل اصيبك فجعات الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.